أنت يعني دكتور مهندس واستشاري وخبير بهذا الجانب اشتغلت في دول الخليج واشتغلت في الإمارات أريد منك تفاصيل لأن لم تظهر كثيرا في وسائل الإعلام عن ميناء البصر الكبير الذي بحسب قراءتي واطلاعاتي وحبيت أن أناقش هذا الموضوع معكم أن ميناء الفاو هو جزء أو مشروع من ميناء البصر الكبير أريد منك تفاصيل فنية للمشاهد دكتور أهلا وسهلا بك لا بعث أن نطرق أولا أن نقول هو ميناء البصر الأكبر وليس الكبير الأكبر لأنه أكبر موانع العالم على الإطلاق قبل أن تجاوب من أين جاءت هذه التسمية من سمى هذا وكيف اعتمدت هذه التسمية أنا أعتمدت هذه التسمية أولا البصر هو الاسم التاريخي للعراق هي عين العراق والعراق عين الدنيا لماذا يكون الفاو وهو منظمة أجنبية أسمى بها ميناء شوف كل الدول تحتفي بالرموز العدها ميناء حمد ميناء خليفة وأنا سمي ميناء الفاو في حين البصر قبة الإسلام والبصر تاريخ العراق والبصر عين العراق وأول ما تأسست الموانع سنة 1919 هي موانع البصر تمام فلماذا ميناء الفاو ولماذا كبير هو سبع أرصفة لماذا كبير من أين جاء هذا كلمة كبير هو ميناء مثل أصغر ميناء ما سمعتها بالإمارات أكبر من عندك هاي تشي هي نعم فحتى نستعرض حتى نكون نقطة التقاء التجارة العالمية وربط بين 52 دولة في أوروبا و65 دولة في شرق آسيا وجنوب آسيا وشرق أفريقيا علينا أن يكون مضيفنا يسع أن يكون مضيفنا يسع هذه السفن فإذا رحنا نشوف الموانع العالمية هذه الموانع التي نكون صورة على المشروع نعم هذه الموانع عالمية هي أكبر موانع العالم ميناء البصرة بمسافات كبيرة سيكون أكبر من ميناء شنقهاي الذي هو أكبر ميناء بالعالم فموانع العالم في جهة وميناء البصرة في جهة أخرى الحقيقة حتى نكون الميناء الأكبر لازم يكون عندنا عمق للبحر في الجزر ناقص عشرين في المد يصير ناقص عشرين خمس وعشرين حسب حالة المد وسعة خزن لازم تكون عندنا أكثر من خمسين مليون حاوية سعة خزن وعدنا ميناء تصريف سعة خزن وعدنا ميناء تصريف هذا الميناء تصريف ما موجود العالم أريد بس الصين بشنقهاي تريد سوي ميناء تصريف جاف خمسين مليون كونتينار احنا عندنا ميناء تصريف ثمانين مليون كونتينار وعدنا منطقتين صناعيتين منطقة بالجنوب ملاسقة للميناء وهي المنطقة اللوجستية الصناعية باسم منطقة جوزيف حن الشيخ الصناعية هذا تكريما من الرجل الله يرحمه جوزيف حن الشيخ رجل البحار أنا أريد أن أسميه رجل الموانئ رجل الخبير هنا أنا دكتور بس معذرة المقاطعة مهمة هذا مشروع ميناء البصر الأكبر هي فعلا كانت فكرة جوزيف حن الشيخ لا إذا تسمح لي جوزيف حن الشيخ طرح ميناء الفاول كبير مئة وثمانين رصيف ومده بالبحار داخل البحار 18 كيلومتر أنا هذا المشروع بديت في سنة 2012 بعدما أطلق الإصلاح العميق بالصين وطرح خط الحرير فأنا فكرت بهذا المشروع باتجاه آخر ذاك يدفن البحر 18 كيلومتر أنا أدخلت داخل البر فتعرف لما نحفر ممثل لما نطم البحر حتى طم البحر لازم تجيب حجر هذا الحجر تشتريه بفلوس تجيبه من عمان تجيبه من الفجيرة تجيبه هذا كله فلوس عليك تفجير والهذا والنقل كله عليك ونرميه بالبحر وصير هطول مثل ما صار ستلمنت بالكاسر الأمواج أو شي سمونا الموجود حاجز لواء الكاسر راح هذا كاسر الأمواج صار بيستلمنت فأنت الموانئ الحديثة كل الموانئ الحديثة هي تحفر بالبر مثلا ميناء حمد صمموه داخل البحر بعدين رجعوا خلوه داخل البار مع أنه قلت المساحة بقطر فسووا داخل ليش؟ حقيقة هو يكلف عشر ما يكلفه الميناء داخل البحر بالكلفة وخمش زمن